بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد على القناة دائما مع سلسلة حلول دفتر الأنشطة للغة الفرنسية السنة الرابعة ابتدائي وصلنا بإذن الله دائما للصفحة 81-421 راحنا مع التمارين الخاصة بالمقطع الثالث سيكونس 3 نبدأوا على بركة الله ونشوفوا وش عطاونا في هذه الصفحة نحلوه مع بعض كما العادة ونبدأوا بسم الله قال لك وكملوا في الجمع سما كيش غول قال نحول إلى الجمع سما نكمل بعملية تحويل إلى الجمع أعطونا un chapeau كي نحولو للجمع وش قلنا في الدرس قلنا دائما على دائما القاعدة العامة ولا en general قلنا دائما القاعدة العامة ولا en general كي نجي نحول من المفرد إلى الجمع جا جوت اس نغير لارتكل ولا ديترمينان تاعنا إذا كان لا ولا ل أو الأباستخوف ردو لي وإذا كان أين ولا أين ردها دي هذه الحالة العامة عفوين كما قلنا قلنا كنجي نحول في الحالة العامة من المفرد إلى الجمع من السنجلي البلوريال في الحالة العامة راح نغير الأختيكل تاعي إذا كان لا لأباستخاف راح ردولي وإذا كان أين راح ردهدي ونزيد لنان تاعي أفوان لنان تاعي هذه في الحالة العامة وقلنا نسميهم حالات استثنائية أثناء التحويل الحق ليلى الله وحمد الرسول الله راح نحب صحتاني خلص لذان ونقول لي إن شاء الله كما قلت لكم وقفت فقط شوي على جلت لذان نكمله مع بعض قلنا التحويل من المفرد إلى الجمع من السنجلي البلوريال في الحالة العامة نحاوله ونزيده النان ونزيده لنان تاعنا هذا في الحالة العامة وقلنا كاين حالات خاصة نتعرف عليهم عرفناهم في الدرس وردوك راح نديروا عليهم بعض التمارينات معنا الكلمات التي تنتهي بأو أثناء تحويلها من المفرد إلى الجمع راح نضيف لها إكس ألافة تفاهمنا؟ راح نزيد لها إكس ألافة نغيره لأختي كلتاعة ونضيف لها إكس هلو هنوش عنا؟ عنا أين شابو عنا أين شابو عنا عنا أين دو تخوا كات سانك سيس وقلنا في اللغة الفرنسية معناش المثناء عنا مفرد جمع واحد مفرد اثنان جمع تفاهمنا؟ كيف نحولو الأن؟ وش قلنا في القاعدة؟ قلنا أن والأن وش يقول ليو؟ يقول ليو دي ألو أن ولات دي نكتب شابو تاعي كي مراهو؟ وش قلنا نزيدولو؟ قلنا نزيدولو إكس كيف نحولوه للجمع راح نزيدولو إكس ألافة؟ تقول لي دي شابو أفك إكس ألافة؟ ونشوفو الكلمة الثانية الكلمة الثانية عنا أين باطو أين باطو أعفوا القارب أين باطو أ أ أ أ حالة خاصة محناش راح نزيدولها الأس محناش راح نزيدولها الأس كيما الحالة العامة اللي قلناها هنا هنا راح نزيدولها إكس من الحالات الخاصة تاع الجمع هي الكلمات اللي تخلص بأ أ أ أ أ أ ألو أين وش تولي؟ توجو قلنا أين تولي دي ونكتب باطو كيما راهي ونزيدلها إكس زيدلها إكس ما حولتها للجمع عندي أين دغابو أين دغابو خي قلت لكم في اللغة الفرنسية معناش المثنى دو معناش المثنى دو عبارة عن جمع ألو أين دغابو أهنا أردو هنا دو ما دارو ناش البلغيال تاع أهنا كيش أعطاننا دي شيف أحطاننا دي شيف أحطاننا كفى سميوها كاردينال أعطاننا أحطاننا الدكتف كاردينال 1 2 3 4 5 6 صحيح ستنا دكتف كاردينال 1 درابو 2 درابو 3 درابو 5 4 8 المهم جمع plus 1 نكتب درابو نزيد لها X هذا هي القاعدة كل مو يتم ترمين بأ أ أ أ أ أ أ بلغيال جاجود X في الجمع نضيف لها X عندي A وازو عندي A وازو كي ولا لي جمع ثلاثة نقول 3 وازو وش نزيد رح نزيد لها X تفاهمنا هذا هو الدرس اللي شفناه اليوم شفناه اليوم مراجعة حول التحويل من المفرد الى الجمع الحالة الخاصة تاعة الكلمات التي تنتهي بأ أ أ إحنا قرينا أ أ أ وقرينا أ وقرينا أو رح نشوفه في المرة القادمة إن شاء الله الكلمات التي تنتهي بأ والكلمات التي تنتهي بأ كيفا هيكون الجمع تحهم كيما قلت لكم ونعود نذكر بالنسبة لأخوات اللي تقول لي على ما تشرحيش في دفتر الأنشطة دفتر الأنشطة هو مجرد تطبيقات على الشرح اللي درناه فيه على دفتر الدروس هذه مجرد تطبيقات ولكن أني نمد فيها شروح اسمها مبسطة اللي بغيت الشرح المفصل تاع كل درس راهو في القناة مع سلسلات حلول كتاب دفتر كتاب اللغة الفرنسية للسنة الرابعة ابتدائي كل درس برقم الصفحة انتعو نتمنى ان شاء الله نكون فيتكم نتلاقاوا في فيديو آخر ان شاء الله ما تنساوناش من الجام من الاشتراك لأول مرة تشوفوا القناة دمتم في رعاية الله وحفظي والسلام عليكم اشتركوا في القناة